في إطار خطة الدولة لتوفير الأكسجين لكافة المستشفيات المصرية يأتي تتشين المصنعين الجديدين لإنتاج الغازات الطبية بمجمع مصانع شركة النصر للصناعات الوسيطة بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة تعتبر شركة النصر للكيمويات الوسيطة شركة رائدة في صناعة الكيمويات والأسمدة وهي أقدم وأكبر شركات جهاز مشروع الخدمات الوطنية للقوات المسلحة شريان جديد من شرايين التنمية على أرض مصر مجمع مصانع شركة النصر للصناعات الوسيطة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة المجمع يعتبر أكبر وأقدم صرح صناعي بالقوات المسلحة أنشئ عام 1972 ويضم 21 مصنعا على مساحة نحو 250 فدانا وفي إطار عجلة التطوير يشهد المجمع تدشين مصنعين جديدين لإنتاج الغازات الطبية في إطار خطة الدولة لتوفير الأكسوجين لكافة المستشفيات المصرية وشركة النصر للكيمويات الوسيطة شركة متفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع التي تعمل في نفس المجال في الشرق الأوسط ويعمل بالشركة أكثر من خمسة آلاف عامل ومهندس من شباب الخرجين من جميع محافظات الجمهورية بخلاف أكثر من عشرين ألف فرصة عمل غير مباشرة وتقوم شركة النصر للكيمويات الوسيطة بإمداد شركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركات الهيئة العربية للتصنيع إضافة إلى شركات قطاع البترول والشركات الصناعية الكبرى باحتياجاتها من الغازات المختلفة اشتركوا في القناة